السيد محروق نزيان محروق نزيان المولود في 1913 بعين لقرات ولاية ستيس شارك ضمن كتيبة قتالية كمقاتل من 1939 إلى غاية 1945 أثناء الحرب أتم القبض عليه وأسر إلى غاية نهاية الحرب ثم انضم إلى ثورة تحريرية ونشطة بفرنسا ضمن المنظمة المدنية التي كانت مهمتها تمويل جيش تحرير بالمال والأسلحة